المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار رايو قدمها لكم علي الموسى والبداية مع أبرز العراوين الجلسة الغادمة ستكون الجلسة الأساسية وفق الجدول اللي هي يوم تسعة وعشرة يناير أعتقد غداً استكمال الرد على الخطاب والمجلس يلتأم في التاسع من يناير ومن جلسة اليوم إشادة بالحرس الأمري على لم الشمل الخليجي مخالفة المثاق تقود أربعة وعشرين من آئمة المساجد إلى التحقيقات موسيقى رواد العلم والإبداع في حضرة الأميرة شكر وثناء على الدعم والعطاء موسيقى جمهور الكويت جمهور راقي ما زلنا يعني أمس ممكن أخرج منتخب الكويت وإن شاء الله هناك يعني لجة تسويق بالاتحاد بعد خروج الأزرق التسويقية تبحث حلول جذب الجماهير الرياضية موسيقى وصل مجلس الأمة اليوم النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في حين قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن جلسة المجلس العادية المقبلة ستعقد في التاسع والعاشر من يناير المقبل وفقا لجدول الجلسة وأوضح الغانم عقب رفعه جلسة اليوم أن المجلس سيستكمل في جلسته العادية التكملية غدا الرد على الخطاب الأميرية جلسة اليوم مثل ما شاهدتوها يعني الرد على الخطاب الأميري وأعتقد جلسة الغد أيضا ستكون استكمال للرد على الخطاب الأميري بالنسبة للسؤال المتكرر حول الجلسة القادمة الجلسة القادمة ستكون الجلسة الأساسية وفق الجدول اللي هي يوم تسعة وعشرة يناير أعتقدها ثلاثة والأربعة تسعة وعشرة يناير بعد جلسة الغد إن شاء الله هذا وقال عدد من النواب إن حرص أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على عقد القمة الخليجية في موعدها المحدد واستضافة بطولة كأس الخليج عكس اهتمامه البالغ بلم الشمل الخليجي من جهة ثانية شدد النواب خلال الجلسة على أهمية تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على إرادات النفط كمصدر وحيد للدخل لخلق اقتصاد متين يتمتع بنمو مسدام طالبوا أيضا بالتركيز على برنامج الإصلاح الاقتصادي وإيقاف الهدر المالي الحكومي والإسراع بإنجاز المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها توفير فرص وظيفية للشباب الكويتية ومن القاعة البرلمانية أكد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قيام الوزارة بواجبها ومسؤوليتها في الدفاع عن مصالح البلاد ضمن الإجراءات المتبعة في العلاقات الدولية وقال الخالد ردا على سؤال برناماني إن الخارجية خاطبت السلطات السعودية بشأن مغاردين فيما أكدت سلطات المملكة التزامها بواجبها في اتخاذ الإجراءات القانونية واخضاع كل من يتعدى على الدول الشقيقة ورموزها لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يجرم ويعاقب مثل تلك الإساءات وإخضاعهم كذلك لقانون النشر الإلكتروني الخاص وإحالتهم للتحقيق ولدوائر القضاء 24 إماما من أئمة المساجد تمت إحالتهم إلى التحقيق لمخالفتهم ميثاق الأئمة وفقا لما أعلنه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد لافاسي والذي تعهد ردا على سؤال برلماني باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذا الميثاق الذي ينظم عمل الأئمة كذلك أكد الوزير حرص الأوقاف على حماية النشأ ودعم توازن المجتمع عبر التزام المراكز التابعات لها برسالة الاعتدال والوسطية بدورها أعلنت وزارة الداخلية ضبط أربعة متهمين أعدوا وبثوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وقالت الداخلية إن جهاز أمن الدولة الداخلي تمكن من ضبط المتهمين الأربعة وجار ضبط متهم خامس هارب كما أكدت الوزارة إحالة المضبوطين إلى نيابة العامة بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة مع تحديد دور كل منهم مضيفة أن هؤلاء الأشخاص يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات مهمة في الدولة وعربت الداخلية عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الإعلام لجهودها وتعاونها في هذه القضية نفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد صحة ما أثير عن عدم أحالة الهيئة بلغت إلى نيابة العامة وصفة ذلك بأنه عار من الصحة تماما وقال الأمين العام بالإنابة والمتحدث الرسمي بإسم الهيئة محمد بوزبر إن الهيئة أحالت عددا من البلغات إلى نيابة العامة ضد وزير سابق وبعض القياديين والإشرافيين الحاليين والسابقين في عدد من الجهات الحكومية كما أوضح أن الهيئة تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية القضايا التي أثيرت مؤخرا حول صفقة مروحيات كاراكل والجهاز المركزي للمناقصات العامة وتقرير ديوان المحاسبة بشان مصرفات وزارة الداخلية خلال استقباله الفائزين بجائزة الانتاج العلمي لعام 2017 أشاد أمير البلاد الشخص صباح الأحمد بالفوز المتميز والإسهامات التي تصب في خدمة وتطوير المجال العلمي بمختلف تخصصاته متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح في مسيرتهم العلمية للوصول إلى ما يصبون إليها من أهداف تساعد على رفع راية الوطن قد ثمن الفائزون الاهتمام السامي والرعاية الأميرية للجائزة حضينا بلقاء وتشجيع وتوجيهات الكريمة حول متابرة واستمرارنا في البحث العلمي والعمل من يزيد من الأبحاث العلمية خرفنا بنصايحة ودعمة لنا وإن شاء الله وجهنا إلى المثابرة أكثر وإن شاء الله نرفع اسم الكويت على وعلا بدعم السموة نقدم في البداية بجزيل الشكل لحضرة صاحب السموة لرعايته جوائز مؤسسة الكويت التقدم العلمي واللي الدل أمالة على حرص سموة واهتمامه بدور العلم والعلماء وإيمانه بأهمية العلم في تطور المجتمعات ونهضة الشعوب على خط تطوير وتحديث منصاتها الإعلامية الإلكترونية أطلقت مجموعة الراية تطبيقها الإلكتروني الجديد للهواتف الذكية والذي يتميز بإمكانية ربطه بساعة أبل يتيح للمستخدم معرفة آخر تطورات والأخبار أينما كان يتيح التطبيق الجديد بثا مباشرا لتلفزيون الرأي والإعلان والتسويق عبر منصات الرأي الإعلانية المتعددة كما يتيح تصفح جريدة الرأي الورقية بتقنية PDF نمو في الناتج المحلي الإجمالي وبالأسعار الجارية للكويت بنسبة 1.19% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي جاء الإعلان عن ذلك النمو خلال مؤتمر صحفي للوكيل المساعد لقطاع الإسناد الإداري والمعلومات في الإدارة المركزية للإحساء مونة دعاس حيث أعلنت الإدارة خلال المؤتمر عن إصدارها الأول للبيانات ربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهر التراجع على السعار الثابتة بنسبة 3.17% اليوم أطلاق رقم مهم جداً مؤشر الحسابات القومية الربعية وهو يحتوي على مؤشرهم هو الناتج المحلي الإجمالي الربعي هذا طبعاً المشروع اشتغلنا عليه سنة ونصف في التحذير له كان يتطلب أكيد وجود قاعدة بيانات تواكب هذا الأطلاق تسبقه هذا الأطلاق لذلك كان عندنا مشروع نظام معلومات سوق العمل أطلقنا النظام هذا من سنة ونصف تقريباً يغطي البيانات الربعية لإحصاءات العمل وأيضاً أطلقنا نظام متكامل مع وزارة النفط ومع الشركات النفطية في 2017 يحتوي على بيانات ربعية للنفط وأسعار النفط وتقريباً يضم هذا البيان والقاعدة بيانات النفطية تضم 136 مؤشر شاركتنا في الشركات النفطية ووزارة النفط باعتماد وزارة النفط ضمن فعاليات احتفال اتحاد العام لعمال الكويت بليوبيل الذهبية قام الاتحاد ندوة مؤسسية لحركة النقابية فيما قال السكرتيرو عامل اتحاد محمد العرادة إن الحركة النقابية الكويتية تعتبر إحدى الركاز الأساسية في المجتمع نظراً لدورها البارز في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الطبقة العاملة وكشف العرادة عن موعد افتتاح المقر الجديد لمجلة العاملة اليوم نحتفل بندوة مؤسسين العمل النقابي في دولة الكويت تحت عنوان مؤسسي الحركة النقابية الكويتية نصف قرن من التاريخ وتأتي هذه الندوة ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها الاتحاد العام لعمال الكويت ومنها افتتاح معهد الثقافة العمالية وافتتاح المقر الجديد لمجلة العامل وافتتاح معرض الصور التاريخية بإذن الله خلال الفترة القادمة وجميع هذه الفعاليات والبرامج هي قبل الحفل الكبير الذي سينظم بإذن الله بتاريخ 15-1-2018 ضمن استراتيجيتها لتطوير قطاعي السياحة والترفيه في الكويت أعلنت شركة المشروعات السياحية على لسان مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التروحية غازي الهاجري عن استضافة وإطلاق السرك العصر الذهبي ابتداء من تاريخ الثامن عشر من يناير المقبل وأكد الهاجري على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق السرك أن الفعاليات ستستمر في تقديم العروض حتى الحادي والثلاثين من مارس المقبل فيما سيشمل السرك عروضاً فنية حصرية للكويت سرك العصر الذهبي يعتبر سرك عالمي مزيج من الكوميديا والدراما والحركات البهلوانية صنع خصيصاً للكويت الملابس العروض كلها صنعت خصيصاً للسوق الكويتي ولمشاهدي الكويتين السرك طبعاً عبارة عن 75 فنان يتراوح تقريباً ثلاثة شهور من ابتداء من يناير 18 في الكويت لغاية آخر ثلاثة السرك طبعاً يتكون من عرض واحد أيام الأسبوع وعرضين في أيام عطلة الأسبوع التذاكر كذلك تتراوح من 10 إلى 75 دينار خصصت منطقة مدينة ترفية للسرك بسبب المكان الاستراتيجي لها بسبب الطرق اليدية الترفية وصارت 10 دقائق من مدينة الكويت بالإضافة إلى المكان المتوفر هناك كان لنا الأريحية لبناء مدينة للسرك تباين الأداء المالي تابعونا في الصفحات الاقتصادية بعد فاصل القصيرة من جديد أهلا بكم أغلقت برصة الكويت تدولتها اليوم على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 24 نقطة و 16 نقطة والوزن بواقع 13 نقطة بينما انخفض مؤشر كويت 15 بنحو نقطة واحدة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الغلاق نحو 8 ملايين و 260 ألف دولار في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 68 مليون سهم أكد مراقب الشؤون العربية بوزارة المالية زويد لمطيري أهمية الانتهاء من كافة المعويقات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لاستكمال قيام الاتحاد الجمهوركي العربي جاء ذلك في تصريح للمطيري الذي يمثل رئاسة وفد الكويت الاجتماعي لجنة التنفيذة والمتابعة المباثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأشدد أيضا على ضرورة إزالة المعويقات التي تواجه منطقة تجارة الحرة الكبرى وذلك استكمالا لقيام الاتحاد الجمهوركي العربي غاضب جماهري بعد خروج الأزرق الكويتي التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم عقب خروج المنتخب الكويتي لكرة القدم من منافسات دورة كأس الخليج وتخوف اللجنة المنظمة من تأثير غياب الجماهير المتوقع على فعالية الدورة أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الرضان أن لجنة التسويق تدرس عددا من الحلول لجذب الجماهير إلى باقية المباريات وأضاف الرضان على همش حفل الغداء الذي أقامته اللجنة المنظمة على شرف الإعلاميين الخليجيين أضاف إن أسباب خروج الأزرق سيتم دراستها من قبل الجهات المعنية أنا لا أود أن أدخل بالتفاصيل بلا شك خروج أي منتخب مضيف للبطولة يؤثر على الحضور الجماهير ويؤثر على تسويق البطولة أما الناحية الفنية فأتركها للأخوة المحللين الفنيين أنا لا أود أن أدخل كثيراً هذا عمل الاتحاد وعمل اللجان الخاصة فيه نحن كحكومة ووزارة دولة شؤون الشباب وهيئة الرياضة وغيرها نحاول نسعى قدر الإمكان لإصطدافتكم وتدليل الصعوبات لتواجدكم هل في خصة أخر من حضرتك يعني عشان تسقيع قرير للصدود؟ والله بلا شك يعني جمهور الكويت جمهور راقي ما زلنا يعني أبس ممكن أخرج منتخب الكويت وإن شاء الله هناك يعني لجة تسويق بالاتحاد سوف أكيد عندها أفكار مختلفة نحن ندعم هذه الأفكار سعداء اليوم أن نكون مع الحقيقة هذا الجمع الطيب من الإعلاميين يمكن العدد تجاوز 6500 إعلامي اللي يغطون هذا الحدث دور تخليج 23 ومثل ما أنت عارف اليوم الإعلام له دور كبير الحقيقة في إبراج هذا الحدث اليوم يمكن حرص أنا ومع الموزير نكون متواجدين هنا الالتغاء بالإخوان تغديرا لهم أيضا لمعرفة إن كان هناك بعض السلبيات اللي لاحظوها أو بعض الملاحظات اللي ممكن تصحح الحقيقة الجميع يتني على التنظيم وحسن الاستقبال والكرم اللي قام في زمالنا الكويتين وهذا يعني طبعا ما هو غريب على أهلنا بالكويت ونبقى في دورة كأس الخليجة فقد أعربت الجماهير الكروية عن حزنها الشديد لخروج المنتخب الكويتي من الدورة وطالبت المسؤولين بإعادة بناء فريق جديد يكون قادرا على العطاء وإعادة الانتصارات للكرة الكويتية أسباب خروج الأزرق من الدور برأي الجماهير يلاخصها أحمد لانزي في هذا التقرير بهذا الهدف الوحيد ودع منتخب الكويت منافسات دورة كأس الخليج مواكرا بعد الخسارة الثانية له في مشوار الدورة وفقدان الأمل في التأهل لدور نصف النهائي وخرجت الجماهير الغفيرة بخفيحون عين الكلم الضائق منهم ومم الضائق يعني إن شاء الله مو تشذي الجمهور ياي من بيوتنا وتعابنا ونشجع على شنو على آخر شيء شذي لا مو كلامي يعني إن شاء الله المطلوب يعني خلي جاء خلي يشوفون شنو قايا يصير شنو المشكلة أكيد تساوي خسارة ومدرب طبعا تشكيلة خاطئة لعبين أداء مستوى فاشل بعد حد تشكيلة ومتناسقة ما في مهاجم صريح والله مضايقين حيل من الخسارة خلاص الحين ضيعنا ست نقاط طالعين من الدورة والله مضايقين حيل بس ربعنا رأيين وقتها إن شاء الله مضايقين طبعا فشي اسمها لازم يبدلون مدرب مدرب كل اشتعبان قد الله ما شاء فعل أكيد مضايقين وتخبنا هذا بس ما علي معاهم بالحلوة وبالمرة شاء الله وفريق مزمان ملاعب الجماهير التي كانت ملح الدورة بكافة أطيافها وملأت استاد جابر الدولي قبل ساعات من كل مباراة للأزراق وعطت رونقا وجمالا للدورة ستفتقدها المدرجات الزرقاء في المباريات القادمة مبتشر خسارة مو أول مباراة مو أول مباراة ثاني مباراة نقسر طالس طلعا من كاس خليجون يجاي من مبتشر وحاضرين آزر المنتخب بس ما يلا مون لعبين ما قسروا يا جيل لكن اللوم على المدرب أن يحبط مع نواة اللاعبين ويقاف سنتين ما قسروا اللاعبين صراحة كفوا وفوا اللاعبين بس المباراة يتفوزوا خسارة صراحة ما قسروا اللاعبين سووا اللي عليهم بس ما فيه فريق يحبي يخسر بس ما لهم حاضر خلاص زي منهم عشر تيام يعني وشدي العباوزة إن شاء الله يعوضونهم بلات جماهير غاضبة وأخرى متحفظة فيما البقية تلتمس العذر للأزرق عن الأخفاق الجديد ولكن متى ستفرح الجماهير كبقية جماهير المنتخبات الأخرى تعودنا على خسائر كل جماهير قاعدة تطلع مستانسة وتصور بإعلام دولها إلا إحنا قاعدين نطلع والله يا جماعة على الأمانة ما يصير الوضع ما يصير ما يصير نهائيا الرياضة إكس عندنا فاشلة كنت أظنوا خافظني بالنسبة لي الصراحة الخسارة شي متوقع يعني يعني سنتين المنتخب ملاعب ومستعد قبلها بودية البحرين فشي طبيعي يعني ما رح ما رح نفوز أو روح نأدي بشكل عام يعني شوفوا أي ريال تال تال مو بذمتك هذا الحين أنا مطلع من البيت هيبة معي عشان وناسا يطلع الشريخ ألعب على أرضي وما أهجم بعد الخروج المتكرر للأزرق طلبت الجماهير الكروية بوضع خطط مستقبلية لعادة هيبة الكرة الكويتية لسابق عهدها أحمد العنزي الرأي وعلى صعيد مباريات دورة كأس الخليجة وفي منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية تغلب منتخب البحرين على المنتخب اليمني بهدف يتيم سجله اللاعب جمال راشد من ركلة جزا في الشوط الأول من المباراة ليرفع الأحمر البحريني رصيده إلى أربع نقاط من فوز وتعادل فيما لا يزال المنتخب اليمني دون رصيد من النقاط وعليها ودعى منافسات الدورة وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع توتر أترى ميديا جروب ومشاهدة جميع نشرتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب أرى يوتيوب في آمان الله اشتركوا في القناة